بحسب مسؤول في النادي الأهل في قرار تم الاستقرار عليه داخل لجنة التخطيط بالتنصيق مع الكابتن محمد رمضان بشأن التعاقد مع لاعب جديد في يناير يا كريم ما قلت لناش جديد يعني ما احنا عارفين الأهل هيجي من مهاجم جديد في يناير فين الخبر الخبر والأهل استقر على التعاقد مع مدافع في شهر يناير إيه ده اللي حصل مش كان مهاجم أو جناح ومدافع دلوقتي هو الأهل ومرسل كلها بقى حس انه أشرف داري ممكن تبقى إصاباته كتير ممكن يبقى ياسر إبراهيم إصاباته كتير مجهود كبير بيعمله رمي ربيعة ويوسف أيمن لسه مش مقنع ففي أغلب الظن الأهلي هيتحرك سريعا للاتفاق مع مدافع في شهر يناير القادم بعد شهرين من الآن ده مجانب المهاجم بالمناسبة بس الأهلي عايز يجيب مدافع عايز يجيب مدافع بالمناسبة أشرف داري أشرف داري نادي الأهلي اتخذ قرار داخلي إنه يحصل تكتم إعلامي تام تام فيما يخص أشرف داري وحالة أشرف داري أشرف داري كل ما بيرجع يصاب مرة أخرى في الكاحل وإشعاعات كثيرة بخصوص هذا الأمر إشعاع تقول إنه عنده إصابة مزمنة إشعاع تقول إنه عنده مشكلة مع مارسي الكولر وبحسب معلوماتنا من طبيب النادي الأهلي إنه اللاعب فعلا عنده إصابة في الكاحل تتجدد ولكنها ليست مزمنة ما عندهش إصابة مزمنة الراجل في نفس الوقت ما عندهش مشكلة مع مارسي الكولر أشرف داري مش هيرجع للأهلي إلا بعد فترة التوقف الدولي يعني غالبا على يوم عشرين حداشر كده غالبا على يوم عشرين حداشر ممكن مدة تزيد بس مبدايا عشرين حداشر حدش تكلم في موضوع أشرف داري ده قائل النادي الأهلي الداخلي للجهاز الطبي ولمسؤول النادي محدش تكلم في قصة أشرف داري دي تماما تاني منعا للإشعاعات جهكي